خمسة أيام ربطت حبل الوصال بين مختلف شباب ولاية داخت واذيبو في تظاهرة ثقافية ورياضية أحيت الساحة الثقافية وكشفت عن العديد من القدرات والمواهب الشبابية أسبوع توج بتوزيع العديد من الجوائز النقدية على الفائزين في المسابقات التي تخللت هذه الأيام في مجال القرآن الكريم والقراءة والمديح النبوي الشريف والألعاب التقليدية والأطباق المحلية والمنافسات الرياضية أقد مكنت هذه التظاهرة من إثراء الساحة الثقافية وخلق ديناميكية لدى شباب ولاية داخل تنواذيبو وتعبيتهم حول القضايا الوطنية الراهنة ضمن إطار ملائم من التواصل والتبادل والنقاش البناء إن الحضورة الجماهرية لهذا الأسبوع الوطنية عكس بجلاء اهتمام شباب الولاية بمسايرة الحكومة بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني في إرصاء دعائم سياسة ثقافية قادرة على مواكبة نمو البلد وتطوراته الثقافية والاجتماعية وقد حرصت لجنة التحكيم على توخي الدقة والشفافية لفرز الفائزين في هذه المسابقات التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف بلديات الولاية نثمن عالياً جهود الشباب وجميع الهوات في كل المجالات ونعضل على أيديهم بالاستمرار في هذه الفنون الجميلة لإظهار إبداعاتهم المتميزة وقد سمت أيام الأسبوع الوطني للثقافة وشباب والرياضة المدرسية بداخت وذيبو في نفض الغبار عن الموروث الثقافي لهذه الولاية وإبراز خصوصيتها الثقافية والاقتصادية وجعل الشباب على بصرة تامة من دوره المحوري في التنمية المحلية وتوطيد اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي وفي التصدي لكل المسلكيات الضارة ترجمة نانسي قنقر